ما يعني في الحقيقة لا يوجد عندي رمضان غريب رمضانات كلها ألف واربعمية واربعة آه آه هذه ذكرتنا ذكرك الله الشهادة نعم هذه في هذه السنة سلمك الله ألف واربعمية ألف واربعمية واربعة ظم على الناس الأشهر التي قبل شهر رمضان فأتموا رجب وشعبان أتموا كل واحد منهما ثلاثين يوما آه وفي الواقع أنه كان يعني لم يرى الهلال لا لشهر رجب ولا لشهر شعبان ولا لرمضان فانبنى نعم ولم يرى سبحان الله دخول رمضان فأتم رجب وأتم شعبان ودخل رمضان لكنه فات الناس يوم كل الناس وكل المملكة العربية السعودية سبحان الله هذا معلوم هذا هذا مشهور جدا وفي يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر جاء الإعلان أنه رؤية يعني الشهود الثقات العدول رؤية شهر رمضان رؤية هلال شهر شوال فصام الناس ثمانية وعشرين يوما وصدرت الفتوى أنه لابد بعد يوم العيد لأنه يحرر صيام يوم العيد صح لابد بعد يوم العيد من صيام يوما آه ذكرتا حين ليتم ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال أيضا هكذا وهكذا ثم ناقص يوما واحدا يعني قد يكون الشهر تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يسمونها الناس أذكرتها الحين أنا ظاهر أنا في الابتدائي يسمونها يوم الحكومة يعني يستغر نفسك إذا ما أدري أنا أقول الصدق أنت كم وينك في الجامعة؟ عمالة 404 نعم أنا أذكر يسمونها يوم الحكومة أنا متخرج من الجامعة إلا ما شاء الله متخرج ويمكن محاضر حتى ما شاء الله شكرا